لأرواع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتب الرسمية على يوتيوب أكيد صدفنا صعوبات كتير أي صعوبات؟ كتير مثلا أنا بحب الحياة أنا بدي أرقوس بدي أغني بدي أركض هو رجل جليل كبير ما بيقدر طعا يا قلبير ماشي أوكي ما بده ما بده خلص ليش لأن أنا اخترت شو كان أكتر سؤال يسألوا المجتمع ويزعج زوجك بيك إنه بيك بده هيك بركي بيك ما بده قلن لأ أنا هيدا مش بي هيدا زوجي لما قلت لك المجتمع هيدا بيك مش زوجي كيف كنت تتصرفين هيدا هيدا شيء أساسي لزوجك أبدا روح إلو أنت زوجي قدام الملأ كله أنا مش مستحية فيك أبدا اليوم ستفادي قلت قبل شوي أنه أنا بكتر حبي غني الرقص عيش حياتك أنت شاب يعني بعمرك صح هو كان يتحفظ صح هل هالشي خلق أزمة ساقة بينك وبين زوجيك لا ما كاني غار كاني غار لو رايحة لوين جاية كنت قل له كل شيء لوين رحته لوين جاية وحتى دمن شو كان كانت هالغير يعني شو كان يدور براسه من هواجس لكان يسأل طبعا هلأ أنا بالنس بقل له طفلة لوين بدي روح ما بدي قابل كان يسألني كنت قل له رحت لعند الماما وإذا بده كيني ما روح أنا ما بروح هاي كل سنة سنة وراء سنة عطيته ساقة لألبير أولاديك شو كان هل كانوا عم بعيشوا صراع في فرق بينهم وبين بيهم كانوا يسألوني هنو صغار ليه دادي كبير ليه بيحمل عصاية كان شويبي نشكر الله لأني عندكم دادي أنا ما كان عندي دادي نشكر الله اليوم اليوم زوجك وين وفاديا ايه متوفى صلوا ستة سنين توفى ما ستة سنين الله يرحمك وكان كتير حزن بقلبي أنه راح لأن كنت كتير بحبه وكت مستعدة أقعد تحت إجري ما عم قيل لك آخر ثلاثة شهر كانوا زبدت زواجي للخمسة وعشرين لما كت قاعدة حدوا باتخد تعريف جددنا عهودنا بهات ثلاثة شهر أنا وياه بس هايدي بدا نعمة إلهية مالكة إنه شو نعمة إلهية لشو؟ نعمة إلهية إنه البنت صغيرة تتزوج أكبر منها خمسة وثلاثين سنة وتخدموا 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 ترجمة نانسي قنقر